حجم الأراضي الآن التي تزرع بوسائل الرأي الحديثة العام 4 مليون دونم 4 مليون دونم من أصل 9 مليون 9.5 مطارية يعني وصلنا إلى الـ 40-45% يعني من حجم الأراضي المزروعة بوسائل الرأي الحديثة ما هو وقت أوصل إلى نسبة 70 أو إلى 100% يعني إحنا ذنّي إذا كمّلناها الـ 12 ذنّي يضيف أنه حواء قرابة المليون دونم رحي الله قرابة المليون من 150-900 أوصل إلى الـ 5 دونم رح ينضاف عندي هذا إلى الـ 5 مليون دونم بالمناسبة مو فقط أنا ما أقوم بي بالوزارة إحنا صدّرنا أيضا قرار من مجلس الوزراء قدمت بي وزارتنا وزارة الزراعة للمجلس الوزاري الإقتصاد وحصلت بي الموافقة أن يعفاء الشركات اللي تستورد المرشات من الرسوم القمرقية والضرائب وهذا أيضا مثلت جان التشجيعي لأنني مو كل المزارعين أقدر أقدر أغطيهم لأنني أكو حاجة كبيرة جدا بالسوق فصارت نزل سعر المرشات خليها عملية تجارية شركات تستورد مرشات وتبيعها للفلاح بس أنا نزلت حالية الزمرق رح هو هم ينزل سعر المرشات لأنه رح يمثل سعر تفضيلي يعني المزارع اليوم من يريد يشتروا مرشة مثلا بخمسين مليون أو ستين مليون غالية يعني هو المزارع الآن اللي عندنا بالأراضي الصحراوية وهي غالبا ما تستخدم قليل عندنا مزارع عندنا مرشة واحدة إش قد توفر مياه؟ يعني غالب مقارنة بالرأي التقليدي السيحي أكثر من 35% أربعين بالمئة أكثر من ذلك لنفس المساحة المزرعة نعم